اشتركوا في القناة العسكرية المتعلقة بالارض السورية مع هشام خريسات ان دولة الاحتلال ستعمل على ضمان وسلامة امن الدروز السوريين في بلدة حضر الخاضع لسيطرة النظام السوري جنوب البلاد از نكوت اجتمع مع قادة الطائفة الدرزية في اسرائيل ليطمنهم ان الجيش سيهتم بمصير الدروز السوريين في بلدة حضر في الجولان الشرقي وابلغهم بان رسائل حازمة صدرت من تل ابيب ووصلت الى كل المعنيين في سوريا تحذرهم من اي مساس بالدروز ودون استثناء ويأتي هذا الاعلان على خلفية مطالبة وجهاء من الدروز داخل اسرائيل من الجيش الاسرائيلي بالتدخل لحماية الدروز في بلدة حضر مما سموه هجمات جبهة النصرة وقال اسكنت ان اسرائيل لا تجري اي اتصالات مع الثوار وعلى رأسهم جبهة النصرة في الجنوب لاسقاط نظام الاسد لكنها تعريف تماما كيف توجه الرسائل العسكرية اليهم واكد انه لم يطرأ اي تغيير على السياسة الاسرائيلية تجاه سوريا والتي تتسم بالتفرج من بعيد والتدخل عندما يضطرها الاخرون لذلك وكل ذلك على حد زعمه وكانت فصائر الثورة السورية اطلقت في وقت سابق معركة قاضيسية الجنوب للسيطرة على قرى عدة تتبع للنظام السوري جنوب سوريا وتعهدت في بيان لها العمل على تأمين الممرات الانسانية بشكل مستمر الى داخل قرية حبر المتاخمة لمناطق الاشتباكات ووضع لجنة متخصصة للتواصل مع الوجهاء من القرية لضمان السير السلس للحياة اليومية المعتادة السؤال هنا لبرمن يرد دروز سوريا يعرفون تماما ان اسرائيل تهتم بهم تنصب جهود النظام وحزب الله مع الجهود الاسرائيلية في حماية بلدة حضر لماذا؟ هدف حزب الله وإيران السيطرة على كامل شريط الهدنة النائب الدرزي في الكنيسة الاسرائيل اكرم حسون اتهم الطيران الاسرائيلي بتوفير غطاء جوي يسمح للنصرة بقصف حضرة على حد تعبير ايران تريد ضبط الحدود حسب الاسلوب اللبناني في الجنوب منذ عشرة سنوات سنناقش هذا الموضوع بمحورين المحور الاول اعلن الشيخ موفق طريف ان الكثيرين من الشبان الدروز خريجي الجيش الاسرائيلي يفكرون بجدية في اجتياز الحدود والانضمام الى قوات النظام السوري والميليشيات الدرزية في الجولان بغرض حماية حضر المحور الثاني وصل ازنكوت الى قرية جوليس للاجتماع بالزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف ووجهاء الطائفة ورؤساء المجالس المحلية الدرزية وضباط دروز متقاعدين واستمع الى شكاو غاضبة تتهم اسرائيل مباشرة بالوقوف مع بعض قوى المعارضة على حد زعمه التي تنكل بالدروز وبشكل خاص جبهة النصرة حسب زعمه وحسب قوله سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفي لهذه الحلقة كل من المحلل السياسي حافظ قرقوت وجمال الجولاني وطارق عبد الحي وسيادة العميد الرقن الطيار عبد الهادي الساري سنستمع الى كل ذلك ولكن بعد الاستماع الى هذا التقرير رغم سيطرة ميليشيات حزب الله عليها تعاهدت حكومة الاحتلال الاسرائيلي بحماية حضر الدرزية قوات الاحتلال الاسرائيلية اعلنت انها ستحمي بلدة حضر الدرزية والواقع في الجزء الشرقي للجولان المحتل والتي تسيطر عليها ميليشيات حزب الله اللبناني والتي تقاتل ايضا الى جانب قوات النظام في سوريا يأتي هذا الاعلان على خلفية مطالبة وجهاء من الدروز داخل الاراضي المحتلة بالتدخل لحماية الدروز في بلدة حضر مما اسموها هجمت جبهة النصرع ونقلت صحيفة الشرق الاوسط يوم الاثنين ان رئيس اركان قوات الاحتلال الاسرائيلي يادي ايزا كوت اجتمع مقادة الطائفة الدرزية في الاراضي المحتلة ليطمئنهم ان قواته ستهتم بمصير الدروز السوريين في حبر في الجولان الشرقي وابلغهم ان رسائل حازمة صدرت من تل ابيب ووصلت الى كل المعنيين في سوريا على كافة المتصارعين تحذرهم من اي مساس بدروز من جهتهم الدروز في الاراضي المحتلة قالوا ان قوات الاحتلال الاسرائيلي مقصرة في حمايتهم ونفى رئيس اركان قوات الاحتلال الاسرائيلي هذه الاتهامات قائلا ان قواته لا تجري اي اتصال مع اي تنظيمات ارهابية في سوريا لاسقاط نظام الاسد لكنها تعرف كيف توجه الرسائل اليهم على حد قوله واكد انه لم يطرأ اي تغييرا على السياسة الاسرائيلية تجاه سوريا والتي تتسم بالتفرج من بعيد والتدخل عندما يضطرها الاخرون لذلك وكان الزعيم الروحي للدروز في الاراضي المحتلة الشيخ موفق طريف دعا قيادة قوات الاحتلال التي يخدم الدروز في صفوفها طبقا لقانون الخدمة الالزامية المفروض على الشباب اسوة باليهود الى توفير ضمان عدم اذية الدروز في سوريا وتحضير جبهة النصرى من عواقب تنفيذ مذابح في هذه القرى حسب زعمه وقال للاذاعة العامة الاسبوع الماضي ان الدروز في الاراضي المحتلة خلقين حقا مما يحصل لاخوتهم في سوريا وتحديدا تعرض قريتهم الحضر في اليومين الاخيرين الى قصف من جبهة النصرى وضاف انه لا يمكن لأي درزي اينما كان ان يقف جانبا متابعا يزعجنا ان ما يحصل هو على مرأة من قوات الاحتلال الاسرائيلي على الحدود في الجولان وعليه توجهت لقائد المنطقة الشمالية بان لا يسمح الجيش لجبهة النصرى بتنفيذ مجازر في القرية وتقول المؤشرات على الارض حتى الان بحسب نشطة ان الهدف من سيطرة ميليشيا حزب الا على الحضر هو تحويلها الى جنوب اخر على غرار الجنوب اللبناني لتكون منطقة يعمها الهدوء وسبق ان ارسلت ميليشيا حزب الا ابن القياد عماد مغنية وجنرالا من الحرستور الايراني من اجل انشاء قاعدة دائما في حضر فضلا عن جهود سمير قنطار انتهت بقتلهم جميعا من قضاء قوات الاحتلال الاسرائيلي نرحب بضيوفي على المحور الاول كل من المحل السياسي حافظ قرقوت والمحل السياسي جمال الجولاني وسيادة العميد الركن الطيار عبدالهاد الساري اهلا وسهلا بكم نود من الاستاذ حافظ قرقوت ان يطلعنا على كيفية العلاقة ما بين بلدة حضر والسويداء وخاصة ان اسرائيل وضعت خطوط حمراء في المنطقة الجنوبية تحديدا اذ انها قالت بانها لن تنزع الشرعية عن بشار الاسد ولن تسمح للقوس الدرزي بان ينفصل عن بعض وهي تقصد السويداء ومدينة البعث والقنيترا وحضر وايضا لن تسمح بان يملك الثوار سلاحا مخلا للتوازن فكيف ترى من وجهة نظرك العلاقة ما بين الاخوة الدروز في حضر والاخوة الدروز في السويداء يعني هو الشيء بدي اشير بانه الهوية العربية اللي اخذوها الدروز هي هويتهم الطبيعية من تاريخهم هني احد العشاء العربية القديمي والمؤسسي للثقافي والحضارة في منطقة الشرق الاوسط والحضر هي بلدي سورية قبل من تكون دروزية يعني ما بقولوا الدروز بسوريا انه هني دروز واني بقولوا سوريين باغانيهم وطراتهم الشعبي واللي قريب منهم يدرك ذلك عدا انه في كل مضافي وفي بيت سوري بسويداء واغلب بيوتا طبعا هناك صورة في صدر المضافي من شهداء قضوا في 67 لا حتى في 48 كمان وفي حرب 73 وفي الحرب في اكثر من موقعات تجاه العدو الاسرائيلي فلا يزاود احد من هؤلاء الدروز اسرائيل او غير اسرائيل او دروز او غير دروز في اي مكان من العالم على انتماء الدروز وتضحياتهم في سوريا وحسبهم للهوية العربية ولكن استاذ لماذا ذهب موفق طريف وهو شيخ مشايخ معروف له بتقديره هو شيخ هناك وليس شيخ في سوريا لا يمكن ان نقول هل نعتبر مثلا بالسياسة نعتقد فرضا اذا حسن اذا رئيس المصد راح الورسادات وقع اتفاق سلام مع اسرائيل منقول السنة وقعه سلام ولا منقول هذا الزهيم باكم عنه اكبر دولي او مصر تحاصر قطاع غزة الان من كافة المنافذ هل نقول بان السنة يحاصرون قطاع غزة هذا غير معقول الدروز ليقولوا ما يقولوا مع السعيد ليفعلوا ما يفعلوا اريد ان اذكر حتى بعض العملاء في الجولان بعض العملاء الذين ينسقون مع حزب الله اريد ان نقول لهم بان حتى عندما جاء وقام وهاب وفي قلب مضافة سلطان الاطرش في القرية وقبل الثورة قام حبيب سلطان الاطرش بطرد وقام وهاب وقال له بالحرف الواحد هذه المضافة اوطانا قالنا اي منصور الاطرش بان لا يدخل عليها الا كرام الناس والناس الوطنين هذا قبل الثورة اذا السويداء تعرف الوطني من غير الوطن وطرده فعتقل الامن حبيب سلطان الاطرش لهذا الموقف الذي اتخذه ببدوية معاعدة الان اريد ان اشير بان مواقف الدروز لا تؤخر لا بشيء من هنا ولا بمدعي من هناك ولا بأي شخصية لا يخصر طائفة وطنية تاريخها مبني على ذلك وليس لها سوى هذا اصلا من اكثر مشروع الدولة التي كانت اسفائيل تسعى ليحققتها بعد ال67 وتسمى دولة الدروزية هم الثلاثة كمالات كمال ناصر وكمال جنبلات وهذا موثقة في التاريخ وافشلها حتى الان اعتقد بان هذه الثورة العالمية التي تحاول ان تدعيها اسرائيل الآن باستعى الضغط مباشر على الدروز 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 لاجل مصلحتها لكن انا اريد ان اذكر الجميع من يريد ان يتعامل مع اسرائيل بتشجدة انتوان نحد في لبنان التي قالت الى نهايتها المعروفة جميعا لكل من يتابع الشأن اللبناني والعربي كيف انتهت العميل لما كان له ان كان درزيا او غاية درزي العميل لما كان له بين اهله واخوة الدروز في سوريا هم السوريون ليس كما يقال لله اخوة الدرزي الدرزي دولي اخرى لا نقبل ان نوزع المنطقة العربية بشكل طواعف تريد اسرائيل ان تخرج من هذا المشروع لانها تصبح دولة يهودية في المستقبل ولا يعيب عليها احد من العالم بانها دولة يهودية اذا تتشكل حولها مجاميع طائفية هنا سنة وهنا شيعة وهنا دروز وهنا مشيحين وهالهم مجرى وعلوين وهكذا هذا مشروع اسرائيلي نحن نعد بان رأس قربة لمحاربة هذا المشروع ايا تكن تصريحات بعض الصغار الذين لا يمونوا لا على تاريخ الدروز ولا نسمح لهم بتغيير هذا التاريخ الذي فناهوا لنا اجدادنا ورفعوا علامه وعلم الثورة السورية الكبرى بمداية باكثر من موقع في سوريا حتى وقاتلوا في الجولان نفسه ايضا في بداية القرن الماضي في بلاد الشام ابقى معي استاذ حافظ ننتقل الى الاستاذ جمال الجولاني استاذ سمعنا كلاما من استاذ حافظ يثلج الصدر حقيقة ويرفع المعنويات ولكن بالمقابل هناك يعني ما يسر في وسائل الاعلام ويظهر حجم التدخل الاسرائيلي والامريكي من خلال تسريبات عن نية اسرائيل انشاء منطقة آمنة للدروز المهجرين من السويداء على الحدود مع الجولان المحتل وهم بالتالي يعني كما تشير المصادر الى انهم يريدون ان يبنوا حزاما درزيا حولهم ويقوموا بابعاد الثوار ما رأيك بهذه المزاعم السلام عليكم الله يعطيك العافية بالفداية انا عندي استقراء بسيط للواقع لكن بدي اعطف على الكلام اللي يتفضل فيه ضيفك قبلي يعني موضوع الدروز يندرج تحت مسألة الاقليات بسوريا برأي الشخصي لا وجود الاقليات يعني اللي ابتدع مصطلح الاقليات اكيد اراد من خلال المصطلح يعني هو يعني وبما لا يدع مجال للشك بانه يريد من خلال هذا المصطلح ان تصل سوريا الى ما وصلت اليه الان يعني اذا كان الكردي او الدرزي او المسيحي او العلوي يؤمن بسوريا كوطن فهي نقطة بداية ممكن يعني يتم العمل عليها للبناء تجارب السوريين نفسهم استاذ خريسات تجارب السوريين نفسهم هي كثيرة بيغطاء دروس وعبر كثيرة جدا يعني كدللات دامغة على هذا الامر يعني لا نحتاج حتى لتجارب دول اخرى في هذا الموضوع مثل ما تفضل وتفضلت حضرتك اعتقد الى حد معين يراد للدروس ان يجروا الى هذا الامر اللي اقريبا بالثلاث او اربع شهر الاخيرة فعلا بدأ الحديث فيه عن هذا الموضوع موضوع استقطاب الدروس باتجاه اسرائيل من خلال موفق طريف من خلال شخصيات موجودة في اسرائيل هي اساسا شخصيات تعتبر متنفذة ايضا ان كان في الجيش الاسرائيلي او حتى في وزارة الدفاع بشكل خاص يعني الموقف اللي امامك الان استاذي كريم معقد لكن يعني بساطة وتبسيط الموقف بتعخيده يعني بنفس الوقت انت تشوف الان اسرائيل دعمت كل الاطراف بلا استثناء اللي موجودة على حدودها يعني اسرائيل بفترة معينة كانت داعش متواجدة بالقنطرة على حدود اسرائيل تماما في منطقة القحطانيين شهداء اليار موك اللي هم مجيش خالد بن الوليد اللي هو فعليا داعش الى الان موجودة على حدود اسرائيل بالمقابل اسرائيل التي يراها الجميع الضامن الاول اللي بقاء بشار الاسد في السلطة بدمشق هي الوحيدة التي قصفت وضربت الاسد على مدار الاربع ستين السابق هلأ من جهة ثانية انت هم تشوف اسرائيل المتخوف على الدروز من النصرى دعمت جمحة النصرى ايضا وباعتراف بن يمين نتنياهو اللي برر دعم اسرائيل لجمحة النصرى بانه ضمان امن اسرائيل وليس لتعزيز قدرتها المسألة معقدة تماما في المنطقة القريبة من حدود الجران المحتلة اللي هي القنيطرة وجزء من درعا لكن ارجع اكرر لك واكد لك بانه بساطة الموضوع وتبسيطه بحد ذاتها تندرج تحت تعقيد هذا الموضوع يعني الامر الى حد معين يبدو مضحك يعني اسرائيل تدعم النظام وتقصف النظام وتدعم النصرى وخايفة على دروز من جبهة النصرى فالامر يعني يوضح تماما بانه تصرفات اسرائيل تندرج تحت بنت واحد وسياق واحد لا ثانية لهم اللي هي مصلحتها الشخصية فاسرائيل ما عندها مشكلة تقضب لدروز او الى حد معين تورط لدروز بعلاقة مع اسرائيل بتخويف دروز من النصرى تخويف دروز من الجيش الحر من السنة من الى اخره مع العلم يعني عطفا على ما تفضل في ضيفك مع العلم بانه الميليشيات التي تقاتل في حضر ليست كلها دروز يعني فيه سنة من اهل القنيطرة من خان ارنب ومن مدينة البعث ومن مناطق اخرى فيه علويين فيه مسيحيين فيه من كل المدل فعليا وما يعرفه الجميع الى حد معين الدروز في سوريا وقفوا على الحياد يعني ككتلة وكجسم وكمكون درزي هو وقف على الحياد من بداية الثورة مع العلم بمراحل معينة بجزئيات معينة حاز للثورة او بجزئيات معينة حاز للنظام لكن ككتلة وكمعينة مكون وطني سوريا الى الان الدروز محافظين على حالهم وهذا برأيه الشخصي هو شيء جيد الى حد معينه استاذ جمال ولكن يعني السؤال يطرح نفسه هو لماذا سعادة الشيخ موفق طريف يعني يوكل نفسه بنفسه عن دروز سوريا وكما سمعنا من استاذ حافظ يعني هو يعني غير موكل انه يتكلم باسم دروز سوريا والمشكلة ان دروز سوريا لم يخرج اي شيخ من المشايخ يعني يرد على سعادة الشيخ موفق طريف في هذا الموضوع والاغرب من ذلك ان اسرائيل وجهت انذارا سريا لفصائل الثورة ولقوات النظام وكل من هو يتقاتل في سوريا الان بان الاقتراب من منطقة حضر يعني بكل صراحة هو الاقتراب من قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الاسرائيلي صحيح صحيح ملف موفق طريف ملف قديم بالنسبة للسوريين يعني في كلمة شهيرة لنيتنياهو من 2014 اذكر قال هذا طريف قل له انتم قطعة من لحمنا يعني موجه كلامه لموقف موفق طريف او شمل وعانة دروز بشكل عام حموما استاذي الكريم يعني شخصية مثل موفق طريف لا تختلف كثيرا من احمد حسون او عن شيخ سني موالي للنظام يبرر مجازر النظام يفتي بقتل الاطفال من طرف السنة برأيه الشخصية لا يفرق بشكل كبير عن هؤلاء بالتأكيد في اشخاص لهم علاقات وعلاقات وطيدة مع اسرائيل من دروز حتى في داخل سوريا ليس في قطف الجولان المحتل لكن نحن نتكلم عن المجمل يعني عم نحاول قدر الامكان نشوف نص الكاس المليان بانه لدروز الى حد معين وبشكل واضح تماما لا يزالون بموقف يعني ايجابي ايجابي ليس تجاه الثورة تجاه سوريا كدولة بعد سوريا كدولة ممكن تجاه الثورة عموما ارجع كدلك يعني شخصية مثل موفق طريق بالنسبة لي وبالنسبة حتى للكثير من المطلعين على الوضع يعني من الاجحاف بصراحة اني افرقه مثلا او او انك والله يعني يتميز عن شخصية مثلا مثل احمد حسون او مثل اي شيخ او قسيس او خوري ساند النظام او قاتل الى جانب النظام نعم ابقى معي استاذ جمال الان سننتقل الى موجه القوات الجوية سيادة العميد الركن طير عبدالهاد الساري اهلا وسهلا بك سيادة العميد ضيف عزيز علينا انت تعلم ان مسرح العمليات الجنوبي مصنف من الناحية الاستخبارية ونحن ضباط يعني نعرف كيف يقسم مسرح العمليات في المنطق الجنوبي مسرح عمليات معقد بيئة امنية خطرة وواجبات حساسة الان رغم سيطرة حزب الله على على حبر واسرائيل ايضا تتعهد بحمايتها وقوات النظام تتعهد بحمايتها في ظل وجود المنطق الجنوبي والتي لا احد يعلم عنها ومثلاث محافظات في تلك المنطقة لا احد ينتبه الا لشيء واحد وهي تلك القرية وهي حضر والنقطة الاخرى يعني الغريبة هي لماذا جبهة النصرة تقترب من هذه القرية وهي خط احمر ام تريد ان تشعر المنطقة الجنوبية ضد الثوار ونحن لا نريد ان نوضح اكثر من هذا الكلام مساء الخير دكتور ريشان لك ولضيوفك ولمستنوعك في العقيقة موضوع حضر وموضوع الدروس في سوريا وموضوع الدروس في اسرائيل موضوعا شاءك واخذ حيزا اعلاميا كبيرا وخاصة في الاعلام العدري وكان له غايات واهداف هذا الاعلام من شد طائف الدرزي المتواجدة في اسرائيل باتجاه ما يجري في سوريا وكثيرا ما حدث هناك من تشجيع اعلامي ولقاءات بين بعض الشخصيات الدرزي المتواجدة في اسرائيل حول شحف هنمهم باتجاه الداخل السوري الهدف منه اقحام هؤلاء في المعمى السورية وما يحصل في سوريا وانا اقول الدكتور حافظ اهلا وسهلا بك اخي وصديقي بان الدروس هم واحدة من الشرائح الاجتماعية الهامة في سوريتنا وسوريتنا الحبيبة ونحن اخوة في الارض وفي اشتلاع وفي الدين نحن يعني على علاقة تامة مع كل الاخوة الدروس في سوريا لكن هناك توصيص لا بد منه وهناك امور وحقائق لا بد من ان نتكلم بها بشكل صريح لنضع يدنا على الجرح فهناك خمسة حقائق يجب ان نعلمها ويعلمها الجميع اولا ان يبلغ عدد سكان الدروس في اسرائيل حوالي 134 الف نسمة في اسرائيل جلهم او اغلبهم متواجدين في الكرم الواتبال الجليل والبط القرب من حيفا وهناك 20 الف تقريبا متواجدين في شمال الجولان المحتل والدروس في المتواجدين في الجولان المحتل الاعلام تانيها ان الهوية الدروسية المتواجدة في اسرائيل هم يقررون بانهم دروس اولا وبانهم اسرائيليين ثانيا ويعترفون بعربياتهم في المرحلة الاخيرة الامر الثالث ان زعيم الطائفة الدرسية طريق المتواجد في اسرائيل او في الجولان هو على علاقة وحليمة مع نتنياهو وكما تتكلم صديقي في الثالث ان نتنياهو اشار الي وقال ان الطائفة الدرسية هي من لحمنا ودمنا وإلى ما هناك من تشجيعاتها من كلام معسل لهذه الطائفة الامر الرار او الثالث على الرغم ان اسرائيل لا تلزم العرب في وجودهم في الجيش الاسرائيلي او ان يتطوع في الجيش السوري الا انها ألزمت الطائفة الدرسية في اسرائيل بان ينتسبوا الى الجيش السوري ورأينا الكثير من الدروس الجيش الاسرائيلي ورأينا الكثير من الدروس انتجموا مع هذه الفئة من الجيش الاسرائيلي ورأيناهم ينتسبون الى الجيش الاسرائيلي بكثرة وكثبة الصيف المتواجدة في اسرائيل التي تم حدها مؤخرا لأهداف أخرى سنتكلم بها لاحقا هذه الكثيرة والتي كانت جلها من أبناء الدروس في إسرائيل أيضا كانت لتواجدهم ولانتصابهم كانت هدفا آخر هذا يدل على أن لإسرائيل أهداف وتريد أن تبرزها في الآونة الأخيرة اتجاه وحيال ما يحدث في سوريا الأمر الرابع هو أن وضعوا الدروس في مكان معين وفي زاوية المعينة وفي كما تكلمت في الجديد من الأعلى وحوالي منطقة الكرمل أو مدينة الكرمل ومناطق الأخرى المتواجد لحولها إذن نحن نتحدث عن شريحة كبيرة جدا تستعادل تقريبا 1.7 من العدد سكان إسرائيل في الوقت الذي كان عنده احتلال إسرائيلي فلسطين عام 1948 كانوا يتراوح عدد سكان الدروس هناك حوالي 24 ألف ناسة ما يعادل 1.2 من عدد سكان اليهود المتواجدين في إسرائيل دليل على أن هذه الفئة من الأشخاص أو المنتسبين إلى الطائفة الدروسية ينفذون رغبات ويتماهون مع السياسة الإسرائيلية حيال المنطقة هذا واقع وهذا توصيل يجب أن نعترف به جميعا أما ما يحدث في سوريا وما يحدث في تلك المنطقة ومن صراعات أدت إلى نشوب عمال فتالي وعمال أنس في سوريا على غرار ثورة سوريا الثورة التي تنادي بالحرية والكرامة وكان أولهم الدروس وأقواننا في السويداء الذين هناك في بداية الثورة وفي الشهر الخامس من بداية الثورة أعننا الكثير من الأحرار الدروس وخاصة المحامين بإعلانهم ونستمعنا عن البيان الذي أصدروه بأنهم يعارضون كل ما يحدث في سوريا يعارضون القتل والدمار الذي ينفذه النظام الممنهج في تلك المناطق والذي نفذه في المنطقة الجنوبية أولا ورأينا كيف أن خلدون زين الدين الذي عمل على تشكيم كثيرة سلطان باشر الأفرش وقاتل النظام تحت راية الديش الحر كل هذا نضعه في حسبان ونضع أن أخواتنا في السويداء تانوا وما زالوا وهناك الكثير من الشرفاء من السويداء كما في درعة كما في دلشت كما في حلب هناك الكثير من الشرفاء الذين ينظرون إلى حرية الشعب السوري ولكن هناك بعض المتخاذلين وهناك بعض الذين يكونون بماء الشهداء ودماء الأحرار ويخذلون أيضا جغرافية سوريا بأنهم يتمعون مع النظام أو يقفون على الحياة من خلال ذلك الدمار وذلك الخط الذي يحصل في سوريا الأمر الآخر أود أن نوه له بأن هناك من يقول في إسرائيل وهناك اجتماعات حصلة في الطائفة الجنوبية في إسرائيل ونفده أكثر من اعتصام أو نفده أكثر من مظاهرة على الحدود السورية الإسرائيلية وقبالة حضر يريدون ما إسرائيل هي تريد؟ يا دكتور هشام آخر ما أقوله أو أنا زد الكلام ما أقوله أن إسرائيل أيضا هي تنظر إلى سوريا كأنها مواقع وكأنها مناطق نفوذ لبعض المصالح مثل المصلحة الأمريكية أو المصلحة الروسية أو المصلحة التركية أو المصلحة أي مصلحة وأيضا هي لها إسرائيل هي جل المصالح ولها كل المصالح في تفتيت سوريا وفي إقامة سوريات وليس سوريا كأن نقول بأن تسعة إسرائيل لقامة كيان درزي في المنطقة الجنوبية وربما تكون في منطقة جبر الشيخ امتدادا إلى 700 ألف نسمة في لبنان و135 ألف نسمة أو 135 ألف نسمة في إسرائيل بالإضافة إلى 200 ألف نسمة في سوريا لترحيلهم من السويدات وهذا ما يتم النظر به أيضا وقد شرحنا في وسائل إعلام أخرى أن يوجد في سوريا حوالي 1200 نسمة من الطائفة الدرزية يمكن أن يصلحوا باتجاههم داعش أو النصرة أو أي تنظيم إرهابي باتجاه هذه المدينة الآمنة ليقلوها من نكان يقلوها من أبنائها وتتجع باتجاه جبر الشيخ ليقيموا كيانا درزيا لهم في تلك المنطقة وهذا ما نقشاه وهذا أعتقد أن الطائفة الدرزية وأبناء الطائفة الدرزية الشرفاء لن يقبلوا بهذا حتى لو يبادل جميعا في السويداء أو في أي مناطق يتواجدون فيها لأن سوريا الجميع وسوريا تحفظون كل أبنائها من طائفة من كل الطوائف ومن كل الإثميات والأرسية يبقى معي مشكور سيادة العميد ننتقل إلى أستاذ حافظ أستاذ حافظ يعني درز السويداء هل هم معرضون فعلا لخطر داعش كما غيرهم من مكونات الشعب السوري ومن أجل ذلك ممكن يعني أن يلجأوا لإسرائيل أو إسرائيل تجد دريعة لتدخل وتدخل لحمايتهم هل فعلا داعش تشكل عليكم خطرا طبعا تشكل خطر على سوريا مو بس على الدروز يعني نحن مما نحكي على الدروز يعني ما جرى في سوريا هذا النظام خطروا على سوريا كاملة بكل طوائفها داعش خطرها على سوريا بكل طوائفها الإرهاب بشكله العام خطروا على سوريا بكل أجناسها وطوائفها وطومياتها اللي بقضوا أحد الناس فضل بيطا يعني الدروز من تموا للثورة السوريين تموا للثورة بصفة دروز انتموا بصفة سوريين انتموا بصفة أبناء هذا الوطن يعانون من البيتات وهي الثورة عظم ما ينقل عنها انه هي ثورة طائفية لانه هي أحد الثورات من التاريخ اللي بدأ تثبت ومو بس في التاريخ المعاصر على مرض تاريخ سيدكرها الأجياء الحقيقة لانه يعني شاية حجم الثورة قوة تعطم الحجم العداوي اللي عم تواجهها من كان على الصعاد الداخلي او صعاد الدولي او صعاد الاقريم اللي بدي أقفده أنا انه هي الثورة مقامة للأساس بالطائفة معين ولا تكون مثلا حدثها انه انه الدروس خيطين منها او العلويين او كده اللي بحطوا حالو ججر الثورة اللي هو حط حالو مع الاستبدات ضد الشعب عمليا مش ضد مكون جيني بشكل او بآخر لانه الثورة اعظم هيك كثير والدين كان دين الإسلامي اللي بقولوا والله اللي بمعتبرها ثورة إسلامية دين الإسلامي ما حاجب الثورة دين الإسلامي ينقى قرآنه الكريم اللي بيهو ثورة على مر التاريخ فنحن بسوريا الوطن بيئة ثابت شعب لمقونا من هذا التكوينات كاملة يعني انضجت حقيقة حقيقة يعني هاي الثورة معداء إسرائيل إلى من قبل ما هي عم تنزج الثورة من فاكة اللي مقنونة من تقططها من شرق الأوسط بحال مجاحة الثورة أما بالنسبة لحماية إسرائيل لحضر لو كانت بدل حضر أي طريق ثاني مهما كان سبتانة إسرائيل بحجج أخرى في تحمي ما تعتبره حدودها وليس بتحمي دروس خضر دروس خضر تعتبرهم الآن وسيلة وسيلة معينة يعني جنجة في دروس إسرائيل لحتى يعني تلاقي منصب لتدخل لدروس خضر وأنا بأكد لك من هوني وإذا عبت معني تسير من أهالي حضر الشرفاء أول ما رح يرقوا بهذا الموضوع عني أهالي حضر اللي قدموا شهداء على مطبع حريف مقاون بهذا الموقع العربي ونفس الموقع يعني نحن نذكر بالإثمانينات أهالي مجدى الشمس وأهالي جولان كيف رفضوا الجنسية الإسرائيلية لحد الآن رفضين الجماعة وما أخذوا الهويات وحركوها ورموها بالتالي في أي فترة اللي هلأ قد مرت بيها سوريا بشكل عصيب مثل ما تتطبق بيتك بأنه إسرائيل حقيقة يعني فتحت مجالها حتى لجرحة النصرة لجرحة بعض صنبينات الثاني ويعتقد بأن هناك أيضا من صنبينات داوز داعش بعض الجرحة دخلوا تعالجوا ورجعوا وقصد فيه يعني إسرائيل تبحث عن ما هي تريده الآن جنوب لبنان كلنا ورأينا واعتقد كثير من العرب بأنه حضر نصر الله في هاي الميليشيا اللي ألف بجنوب لبنان فيه ميليشيا مقاومة عبر السنوات المعبوضة أنا من الناس اللي كنت كلهم هاي الميليشيا بقريبا ستتواجه سلاحة إلى سنور العرب كانت فيه يخونوني هاي رقبية الصورة طبعا حتى مع سيال الرئيس الحريري لما تتقلهم بأنه هاي الميليشيا الآن تتواجهت سلاحة أو غدرة للرئيس الحريري لإدقاء قضاء على شخصية مهمة من تتشرط العوساط أيضا ستدخل سوريا باللحظة من اللحظات لتمنع أي صور كانت الناس تضحك واليوم المقصود فيه لو كانت أيضا الجنوب اللبناني النوع آخر من السبخان ليس مشيعة لأيضا وجدت إسرائيل حلول معهم بأنه يسمى حشتيت آمن يعني حشتيت آمن إلى اللي هلنا قد أقوله فيه أنه قد يمتد لسوريا عبر وجود حزب الله في بعض مواقع الجولان السوري الآن تركيبة الجولان متل مفتضل ضيط تشتيح بعض الفصائل حقيقة يعني لما في جبهة النصر الأساسية إذا قلت جبهة النصر في ذيك المنطقة أكثر من اللازم حقيقة إسرائيل أكثر من طريقة أيضا لتطمينها بأنه نحن منطمينكم ممنتدوا علينا ممنتدوا عليكم نوع من الصفقات المتبادلة بس اللي بدي أحتي وشير إله بشكل مهم بالمسطلة السوريين أنه أنا يعني أنا مع داخل في هذا البرنامج أو غيره لدات عن دروي أنا أدات عن طورتي عن سوريا هذا الموضوع أنا كحافظ طبعا وأعتقد بأن الدروز والصنة والمسلحي والعروي وأي شخص أنتما إلى هذه الثورة أن كان شخص أو كانت زماعة من تنهي إلى بعضها لم تنجح هذه الثورة إلا إذا انتمينا إلى كالسوريين مش كأبناء أشكال وألوان وحقنا في سوريا هو الحق اللي مارسوا أجدادنا بأعلاقاتهم طبيعية مع بعضهم واللي ورسوا هي حقيقة لكني بدي شير يقلوا أن السرائيل لم تحني قرية حضر لحضر أيضا تحني نظام الأسد ينالي يعني خلنا أي عن نظام الأسد إذا بدنا يسقط النظام ونرجع من لا تحلول نحن وإنسوا لقرية حضر إلى هذا الموضوع يعني فشل الثورة من عدم مواقف على قرية بتعديل كبنة من قرية حضر بمكان نائم بسرعة الجغرافية السورية حديا ولا عرى حرك أي حرك باتجاه لكن التوازنات التي تحاول تعملها إسرائيل لا تخفي حتى مثل ما قال تناقضها بأنه يسقط النظام من جهة لكن لن يسقط النظام الذي يأدي دوره يأدي دوره بشوكة الأسد مو بس تدليل سوريا بتحشيم المجتمع السوري بأنه يوصل المجتمع السوري الذي يوقف على تجونات يتناقش كدرز ومسيح وعلى ويصمي ويتناقش كالسوريين ببرلمان ولا بمؤسسات ولا ببناء دولي ولا بتعميل أبطال أو مناحج هذا للأسف ما تريد إسرائيل ونحشى بأن نطع في هذه الحفرة في لحظات ما أن ندرج حتى نقاشاتنا كدرز ومسيح إلى هذا الطريق الذي نأشف أن تصل إليه الثورة السورية حقيقة لكن طالما أن هناك خطورة وتعقيد فيما تعتقدهم بأن وزود الدروز يكان هنا أو هناك أو في إسرائيل أو في الأردن أو في لبنان هو يشكل حراج يعني دروز لبنان بموقف شخصية بحجم وليد جمبات في الشرق الأوسط يتعبر عن هذا لما منأخذ هذا مثل مثلا أنه طريف مثلا طريف ليس نموذجاً للدروز وليس قدوة للدروز قد يكون وليد جمبات للدروز فردان قد تكون منتهى الأطرش من أطرش اختطابها الواضح في دومة وهي أول منتهمت هذه العصة بالدماء قد يكون بعض رموزنا كثميح شكير اللي بيغنيتي ولع المشاعر السورية كلها قد يكون بسوفيا صان القاطم اللي بيبرنامجه عبارة عن جيش في وجه هذا النظام وانتارخ يتحطم هابت هذا النظام في طريقات ببعضهم اللي بقفضه أنا أنه سوريا الآن في موقف حرج علينا أن نعيد البيت السوري أن نقول للدروز أو للمسيحيين أو للسنة على الدروز أن يقولوا للسنة مع أنه نعنتم أخواتنا قبل ما يكون الدرزي يعني نحن عنا مثل يا أخي بشوارعنا تقول لك جارك القريب ولخريك لبعيد يعني أنا إذا وجعني راسي بسويدا ما بدي لا في أقرب واحد من درعة إلي هذا واحد من فشل النظام على طول لا يقوم عن 70 كم من حدود الأردن من قرية في بين جنوبا على حدود الأردن لا طبيعات آخر مكان لطورة الكبيرة لمحادي لا حدود درعة باتجاه دماشر هو هذا المدول يعطي قائل وهذه الدرعة لا في نظام لكن بنفس الوقت ما صدر بالتكث إلا بعض من الأصابات اللي عبر وتشين هاي أصابات موجودة قبل وأثناء وبعد تقوم بالنظام لحظة الموجود إذا ترجع الناس أكبرات الأساسي القديمي إذا ترجع تحمل حالة وإذا ترجع تحمل حالة لكن بشكل عام تحرير بصرة عنها نموذج تحرير بصرة تطبقني لو بيش تبديحة حقيقيين وعدد كبير يعين عليهم النظام بسويدة ما كانت حالة بصرة كانت طوصة من الكرة الدول في عدد كبير من الكرة هونيتي والمناطب من النقرية اللي يلحظ جنوبا من المنزلين وعرا وإنجام والمنطقة يعرف الجغرافية لكن حتى لما انسحبوا مشبيحة النظام من بصرة رفضوا سويدة وشباب حتى بما فيهم اللي محطوبين كانوا على النظام انو خلوا سلاحهم معهم ورفضوا حتى يجدون بيت بيوت فرحلوا على تدين هذه تسترة وهي موثقة حقيقة ثانية أما حتى شبيح سويدة حاليا خلقين انو يتمون هن عدد محدود حتى الآن وهي المسيرات العظام في المسكولار ضيابي عند جماعة تحض الله بروحه بعد شهر بين قطر وقت بروحه عند جماعة ثانية هن نفسهم يتنقلون نفس العدد عدد المحدود لا تبقى حدا لا والدليل انو حتى وقت وقت حفظ الاسد مراح وشبيح لما ناجمت شويد شباب يحتلوا شوائر سويدة هو وبسطرة وانتطرات كانوا قادرين يعلون تحرير لأي المحافظة لو إلى أمل لكن نحن هن بنحض انتصارات انتصارات للدروس في إسرائيل أو في المنطقة هم من انتصارات العرب التاريخية حقيقة يعني الأم العربية خلينا من نرجع نتططر أو مثل ما قال الوليد معلم من مغرة الناس التطاطير الأم نحن مهزومين تأمبه يعني عندما نكسر القدس عندما تصبح صلاة المسلمين في القدس بحاجة موافقة بحاجة إسرائيل ويحدد عمر المصليون هذا كسر لوجداننا لعواطفنا كلنا مي بس للصنة وانا للدروس ولا لأي شخص معني بعيد لما تصبح كنيتة في القيامة أيضا بحاجة لموافقة التي تقول عليها القصد في بإنه قضيتنا المبكزية تم دحرأ وصار الفلسطين مثل أي مكوّن طائفي أو أقليدي في المناطق العربية للأسف فهونا الموضوع اللي عد حكوه إنه انكسارات للدروس أو غير للدروس أو حتى انكسارات ربيع العربي هو جزء من انكسارات التاريخية من بعض الحرب العالمية الثانية اللي اتواترت على هذه الأرض وما خلت النمو الطبيعي لهذه البلدان العربية لمواقع والخط بكرة تنتقل الشرارة على أردن تنتقل على مصر تنتقل على السعوديين ويقول ميت هجي ويزرع النار بكرة بين ثلاثطيني أردني وبين أردني عشائري وبين عشائري وعشائري غير وبين ثمان وعلان يعني طبعا أنا نأمل وأن ثقة بأن شعبنا متوقع في أن يكون أذكى من هذه الأصابات التي تخرب النتيج وتهشمه بشكلتنا في سوريا الآن إعادة بناء النتيج الاجتماعي مثل ما إعادة بناء مؤسسات الدولة التي أرحطها هذا النظام أعتقد أن الدروز يعني أنا قلت لك ما بدي تداتة عن طائف لأن أتعالم داتة عنا ومضافاتها شاهدي وصور المعلقة في صدر مضافاتها واضحة لحد اليوم وبعض رموز ومثقفين لكن بردشير كان في عنده نزول حتى ما قولي شوي بالشارع إنه إحنا إذا ألف واحد خلنا خلنا نحق بالجيش كان دم حررنا كثيرا من الثوات عملك تفوت على السويدة يعني آلات مؤلفة من شباب من خارج الجيش من ثانوات يعني الثورة صار عمرها فالقصر كان عندهم هذا الموضوع استفادوا من بعض الأخطاء الثاني حموا لادهم بنفس الوقت رغم أنه خسروا فيهم لادهم فعزوزا مما لكن النظام لحد الآن ملكة إلا عطان بغير الدين كل هذا يعني يعطيني ضابط آخر اللي بشيش ما عاجز ملاء نعون خليهم قلولي يعني عاملوا صبر مرة مرة خطوا بالقناة مرة دومة مرة دير دور مرة حمص مرة يعني يعني هذا النظام من 67 68 إلى 70 طرج كل الخباط السنة والدروز والأساسين المؤثر يشرح الجيش على طريقه الحقيقة وهي معروفة منه لما إجا سليم خطوم من الأردن وقتلوا في الرجون من بتي الفترة بتدع يصطي بعد الشاعر وغيره وغيراته يبدو يشرح له بأن الدروز هم عرب أصيلين وهم أبناء سوريا الأصيلين ويدافعوا عن أروب السوريا أو عن سوريا الكلام موحد بكل أبناء وطواء وطل وهيثقوا منا وأنا أخذها على جفال ما يطلق أي حدا وما يطلق أي حدا واللي كان يقول عن سويدا اللي بدخول ها هو آمن ستبقى هذا بشط آمن لا إسرائيل تقدر تهز كرامتها ولا كرامة أبناء ولا حتى يعني عزة نفسهم بانتماعهم لأصولهم العشائري والسوري وحتى العربي كاملتان وهم جزء من هذا النتيج العربي بكل تكوينات التقاطي والسياسي والاجتماعي ابقى معي أستاذ حافظ ومشكور على هذه المداخلة ابقى معي أستاذ جمال هل أنت معنا في أن هدف حزب الله وإيران هو السيطرة على كامل الشريط الهدني يعني نتكلم عن 74 كيلو متر نعم بالضبط لكن الموضوع أكبر من هيك بكثير يعني أنت في شيء ملحوظ بكل سوريا مش فقط بالمنطقة هاي أنت عندك الآن استقطاب عم يحصل على الأقليات يعني أرجع أذكرك بأنه اللي ابتدع مصطلح الأقليات ابتدعوا لغاية قدرة جدا المشكلة أستاذ الكريم بأنه في حال أنه الدرزي تم استقطاب أو رضخ واستقطاب وراح باتجاه إسرائيل واهم الدرزي هو مدرك تماما بأنه إسرائيل ما عم تشتغل شيء لم أصلحته الكردي لما يتحالف مع أميركا ضد ابن الثورة اللي طلعوا معه الثورة بالألفين وإداعش بعامودة وبعفرين وبكوباني واواوا واهم تماما الكردي إذا ظن أو اعتقد بأنه أميركان بدهم يعملوا له دولة هذا الأمر واضح تماما الاستقطابات اللي عم تصير اللي عم تطال هذه الأقليات عم تغذي مثل ما تفضل الدكتور حافظ عم تغذي تشوه بنسيج المجتمع السوري يعني نحن الآن كسوريين لا نحتاج نقد للذات بالعكس نحن نحتاج جلب للذات يعني لما يسمح أو يعطي الشيهي المجال لإيران أنها تستولي على قراره السياسي أو الوطني لما يعطي العلوي المجال لحزب الله أو لإيران كذلك الأمر لما يعطي الكردي يسلم نفسه تماما للأميركي لما يجي السني يسلم نفسه تماما لفلام يعني حتى أستاذي الكريم يعني عندك مثلا التركمان تعتبر أقلية لكن التركمان على الرغم من أنها مناصرة للثورة تماما وقدمت تضحيات كثير يعني مبجلة بالنسبة للثورة إلا أنه لا يخفى على أحد يعني حجم الدلال الذي يعني ينعم به التركمان من الناحية التركية النسيج السوري وطنيا مشوه تماما كل شخص يبحث عن رأي يرأى له الحلم أو المشروع اللي حاب يحققه أو 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 لذلك إسرائيل الآن في المنطقة وربما حزب الله أيضا ربما إلى حد معين نظام بشار الأسد الطائفي يعني يطمحون ويحلمون بأنه يتم استقطاب الدروز بنفس المسار اللي استقطب فيه العلويين إلى حد معين استقطب فيه الشيعة إلى حد معين اللي استقطب فيه جزء كبير من الأكراد المشكلة أنه لم تعد الموضوع بأنه في سنة هم يقتلوا أو في والله شيعي أو علوي أو درزي مساند للنظام الموضوع أكبر من هيك تماما الموضوع قد يؤدي وأعتقد شخصيا وأرجو من الله أن لا يؤدي إلى تقسيم والتقسيم بات واضح مشاريع دول عظمة يعني ترغب وتحلم باستخدام يعني شرائح من المجتمع تعتبرها أقليات لتحقيق هذه المشاريع يعني أنا مثل ما تفضل الدكتور حافظ أنا تقريبا من أسبوع رجال الكرامة في السويدة ألقوا القبض على سيارة يعني كان مليئة بالذخيرة بدها تتوجه للبيع باتجاه مناطق داعش ألقوا القبض عليها الأشخاص اللي كانوا عم يهربوا هاي السلاح والذخيرة لداعش هم من شبيحة النظام هلأ بصرف النظر عن اعتبارهم أنهم دروز أو سنة أو 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 هم بالنهاية شبيحة نظام عم يساعدوا مين؟ عم يساعدوا داعش بالمقابل أستاذي فاضل رجال الكرامة اللي هم معروف نفسهم وروحهم مع الثورة واللي يعني كان زهيمهم المرحوم الشهيد وحيد البلعوس الله يرحمه يعني مجموعة من الأشخاص هم دروز ومن أهل السويدة وموجودين إلى الآن بالسويدة والنظام اللي يجرع على المساس بهم وقام باغتيال زهيمهم هؤلاء الأشخاص هم اللي هم يقاتلوا داعش الآن على المقلب الثاني باتجاه حضر حضر لم تعد قرية درزية أستاذي الفاضل حضر جغرافيا هي امتداد لمزارة شبعة مزارة شبعة بين قوسين يعني حزب الله التيار تبع النظام واحد وواضح تماما حضر إلى حد معين يعني ما حد فينا نعتبرها درزية لكن النظام يستغل موضوع أنه حضر دروز فيروح من جيش وحاشد أشخاص مرتزقة قد يكون منهم دروز وقد يكون منهم سنة موجودين في منطقة بريف دمشق اسمها جرمانا معروف بأنه فيها يعني نفوذ للدروز أو فيها تجمع للطائفة الدرزية يروح شاحنهم من ريف دمشق على القنيط رأو ومكبر بروس الناس بأنه دروز حضر في خطر تعالوا قاتلوا الإرهابيين شايف وعم يصير هذا الأمر هذا الأمر بصراحة هو مسؤوليتنا كسوريين أرجع أكرر لك بأنه نحن نحتاج جلد للذات وليس نقد ذاتي للتخلص أو لتلافي أو لتدارك ما يمكن تداركه يعني للملمة ورأب ما تبقى من هذا النسيج الوطني اللي اللي أرهق فعلا على مدار أربع أو خمس سنين أو ست سنين نعم ابقى معي أستاذ جمال نعود إلى سيادة العميد لكر الطيار عبدالهاد الساري سادة العميد الهدف ألا ترى من سيطرة حزب ألا ترى أن الهدف من سيطرة حزب الله على الحضر هو تحويلها إلى جنوب آخر على غرار الجنوب اللبناني والنقطة الأخرى نود منك أن تعرج على حل كتيبة السيف الإسرائيلي ونحن هنا نتطرق إلى لواء الأقليات 300 أو هكذا يسمي الجيش الإسرائيلي ولكن مع عدم ملامسة الخطوط يعني الدقيقة ولكن بخطوط عريضة عن تلك الكتيبة تفضل سأعود إلى التوصيف ثانيا دكتور ريشام سأبدأ بالحديث عن سؤالك من نهايته حيث أن الكتيبة السيف التي تم الإعلان عن الانتهاء منها أو حلها كان له هدف والهدف ونحن نجتمع إلى الإعلام العبري والتجيش الإعلامي الذي تقوم بإسرائيل وهذا شيء نادر من الإعلام الإسرائيلي بأن يتحدث عن الطائفة الدرزية ولم نلاحظ في السنوات السابقة أن هناك تجيش إعلاميا لهذه الطائفة أو إبراز هذه الطائفة على السطح كي تدخو أو كي يسم النظر إليها سواء كان من الناحية الإنسانية أو الأخلاقية أو حتى من أي ناحية تريده إسرائيل أو يريده المجتمع الدولي للتعبير عن آراء هؤلاء المتواجدين في إسرائيل أقول إسرائيل حلت كتيبة كتيبة السيف لأن هناك آلاف من الشباب الدرزي المتواجد في إسرائيل وقعوا على وثيقة بأنهم سيسافرون باتجاه سوريا للقتال والدفاع عن الدرزي المتواجدين فيها خوفا عليهم من أن يحصل لهم كما حصل الإزيديين أو الأشوريين المتواجدين في العراق وبأن داعش ستقتلهم وتتبعهم وتتشغدهم وتتصبي نساؤهم هكذا يصور لهم من خلال الإعلام العدي لذلك وبناء عليه فقد تم حل هذه الكتيبة كي لا يقال عن إسرائيل أن جيشا إسرائيليا دخل تحت مسمى كتيبة السيف إلى سوريا وليقاتلوا وكي لا يضعوا أنفسهم أطائل إسرائيليين كي لا يضعوا أنفسهم في هب الريح أو في ملامة من المجتمع الدولي أن إسرائيل تدخلت في الوضع السوري علما أن الوضع السوري لدى إسرائيل مريح جدا إسرائيل هي تنظر إلى القتل والدمار الحاصل في سوريا وتنظر إلى التهجير والتنكيل على يد النظام السوري بأن هذا النظام هو من يقتل الشعب وإسرائيل هي مرتاحة جدا بأن حدودها قد ناء عنها الضغط والخطر إلى سنوات كثيرة قادمة وبالتالي هي مرتاحة جدا أما أنا أريد أن أشير أيضا إلى وثيقة الدم بين الدرود إسرائيل ويهود إسرائيل حيث وقعت هذه الوثيقة منذ الزمن بأن هناك تقارب وقربة بين الدرود واليهود هذه التوصيف أيضا كي لا يؤثر على أحد وهم درود متواجدين تحت النظام أو تحت السيطرة الإسرائيلية عليهم ما يفعلون ولهم ما لهم ونحن ليس لنا بهم لكن نريد منهم أن لا يتدخلوا في حيثياتنا ونريد منهم ونقول لهم أن الدرود في سوريا في مأمن والدرود في سوريا أخوتنا وأهلنا وسيدات ولكن سيد العميد من ما سمعنا من الضيوف هو نفس الأخوة دروز نفس عربي وأصيل ووطني ولا يعتريه شروخ هذا بالنسبة إلى السوريين وما يهمنا نحن دروز السوريا الآن الشقة الثانية من السؤال الهدف من سيطرة حزم فقط أريد أعلق دقائق أنا لا أقول أن دروز سوريا دروز سوريا من الشريحة الاجتماعية المهمة جدا والأزاتية في سوريا وهم نتيج من هذا النتيج المتباعد الأطراط ونحن معهم ونلنا صداقات وعلاقات حمينية معهم وهم مع الثورة وقسم كبير منهم مع الثورة وقسم كبير يعني رغم سكوته ورغم أنه يقف على الحياد لكن قلبه وضميره ووجدانه يعني يقطع دما عندما يرى السوريين يقتلون وتدمر بلادهم هذا حق لكن أنا أتكلم عن دروز إسرائيل أما الشق الثاني فأن حزب الله ومطامعه في تلك المنطقة وتكلم أخي صادقا بأن حضر هي امتداد لمزارع شبعة وحزب الله وإيران تريد طبعا هذا الكلام لم يأتي يعني وليد الساعة ولم يأتي بليلة ويوم لكن حزب الله وجبل الشيخ ومنطقة حضر ومنطقة الدرزي والمنطقة التي المحادي لها هي امتداد بتلك المناطق التي يعيش فيها حزب الله والتي تؤثر تماما وستأثر بها مناطق الجنوب اللبناني هي مطمع أيضا بحزب الله خاصا في ما حصل في سوريا والتدخلات التي حصلت من قبل حزب الله وإيران في سوريا والكثير يرأينا كيف أن إسرائيل حاولت وقتلت منهم في تلك المنطقة عندما توغلوا واتوا باتجاه المنطقة وكانت إسرائيل تخشى ما تخشى بأن يتحول الشمال القنيطرة إلى مزرع أو مزرعة إلى لبنان ومزرع إلى حزب الله وإيران كي لا تكون حاضنة لإيران وحزب الله كثير من جروس الموالين لحزب الله أتىوا إلى تلك المنطقة وحاولوا استجيش وحاولوا دفع الأموال وجاءتوا بالسلاح إلى أبناء المنطقة من الدروس والمسيحيين في تلك المنطقة وضموهم إلى لواء الجلان واللواء الجلان بالمناسبة وهو أقوى الألية التشبيحية في المنطقة الجنوبية وفي منطقة الخونيتر حصيا ويقاتلون بشراسة أكثر من قتال قوات النظام ضد قوات المعارضة وقوات التورة السورية سيادة العميد الشكر الموصول إلى الأستاذ دكتور حافظ قرقوت والأستاذ جمال الجولاني وسيادة العميد الركن الطيار عبدالهادي الساري كان معين للهندسة الإذاعية والإخراج أزامي المشهور نحن يقف في نهاية الحلقة نشكر باسمكم ضيوفنا الأكارم ونشكر لكم حسن المتابعة وإلى لقاء أن يجمعوني بكم هذه أغلى أمنياتي على دقية ألبك وبترد الروح راديو هوريانت 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 هوريانت